ينتظر عشاق السحرة المستديرة نهائي كأس الأمم الأوروبية يورو 2020 والمباراة التاريخية المنتظرة بين أنجلترا وإيطاليا وحجز المنتخب الإنجليزي مقعده لأول مرة في تاريخه في نهائي بطولة يورو 2020 بعد تغلبه على منتخب الدنمارك في نصف نهائي البطولة بهدفين مقابل هدف وحيد وسيقابل المنتخب الإنجليزي نظيره الإيطالي الذي تأهل على حساب منتخب إسبانيا برقالات الجزاء الترجحية في المباراة النهائية وتقام المباراة النهائية لبطولة يورو 2020 بين منتخبي إنجلترا وإيطاليا على ملعب ويمبلي في لندن مساء الأحد مدرب منتخب إنجلترا غارث ساوث جيت كان المديح لفريقه بعد بلوغ أول مباراة نهائية في 55 عاما لكنه حذر من أن إيطاليا ستكون عقب هائلة في نهائي بطولة أوروبا إيطاليا فريق قوي فكرت في ذلك في آخر عامين إنها تقدم أداء مذهلا وتملك مقاتلين في الدفاع سنستعيد تركيزنا ونستعد بالشكل المناسب علينا التعافي فقد تطلب الأمر الكثير من المجهود البدني والذهني إيطاليا تعرضت لذلك لكنها تملك يوما إضافيا للتعافي وصبق للمنتخب الإنجليزي الوصول لنصف نهائي بطولة أوروبا مرتين في نسختين 1968 و1996 ولكنه فشل في الوصول للنهائي الأوروبي وبالرغم من تألق الإنجليز في نسخة هذا العام إلا أن جماهيرهم تخشط عثر الذي تعود عليها بسبب الحاجز النفسي الكبير للمنتخب الإنجليزي على الجانب الآخر فإن إيطاليا التي حققت لقب أمم أوروبا لمرة وحيدة ستخد النهائي الرابع لها في تاريخ البطولة